الغرباء البازة فندي وأزمة الممر الحكاية الدكتور محمد الباز يعني فجأة تعادل للأهلي هزيمة الأهلي أي نتيجة غير الفوز بالنسبة للأهلي يحدث هذا الصخب الشديد جدا ويخلط كل الأوراق إلى درجة أنه ليس المهم أن أنت تشارك في كاس العالم كاس العالم وليس إنجازا أن تفوز بالميدالية البرونزية في كاس العالم ومش شطارة أن أنت تكسب بطل آسيا أو بطل أمريكا اللاتينية الشطارة أن أنت تاخد كاس مصر الفشل أن أنت تخفق أمام الزمالك في كاس مصر المصيبة والمشكلة أن أنت ما تاخدش البطولة وأي بطولة الأهلي شارك فيها لو خادها تبقى البطولة ضعيفة لو شارك في بطولة أفريقيا يبقى الدور المصري أفضل من البطولة أفريقيا أنتوا بتتكلموا فيها لو ما خادش كاس مصر ده كاس مصر أحسن من كاس العالم للأندية لو خاد بطولة الدوري لا ده الدور الفيفا بيقولك ده من البطولة الضعيفة والتنفسية الهزيلة والكلام اللي أنتوا سمعتوه في كل الأحوال كل التفسيرات للأسف على السطح الإعلامي تفضي إلى التقليل من شأن أي بطولة يفوز بها الأهلي والتضخيم والتهويل من أي بطولة يفقدها الأهلي والسبب واضح جدا وما عادش خافي على حد بصد الزبراهيم وده بيحضرني هنا عشان بس الناس اللي عايزة تكون منصفة شهادة أمام الله سبحانه وتعالى أنا لم يحضر أحد قراري بالتحدث في أي أمر عن نفسي واخد بالك فمن فضلكم مش عايزين حد يتطوع يتحدث باسمنا إحنا نتحدث بضمرنا ومسؤوليتنا أمام للنادي الأهلي ولصالح الرياضة أولا وأخيرا دون ما إساءة أو شحن أو عمليات التحفيل اللي أصبحت سرطان الرياضة المصرية فأنا بس عايز أقولك النقطة دي يدهشني ما يحدث لأن ارجع يا سيد إبراهيم مش يرجع دي عايزهم ناس هي لترجع أنت طبعا رئيس التحرير وأنت الشريك الرئيسي في هذا الأمر لم يترك برنامج مالك وكتابة للنادي الأهلي حقا في أي لحظة من لحظات تكوينه منذ بدايته حتى الآن وخصوصا في العامين الأخرين ما أشرش إليه قبل كده عشرنا الإختراق الإعلامي وقلنا اخترته الأنية والمستقبلية وتحقق بعد كده تحدثنا عن الإختراق الداخلي وما يحدث بين التفرقة بين صفوف عناصر لعبة في النادي الأهلي جميعوها وتحدثنا في هذا الشأن وهذا أمر يخصونا ما يخصش حد تاني تحدثنا عن الزخم الإعلام الذي يحظى به الإعلام الأبيض والفقر الإعلام الشديد بخلاف هذه القناة في أي مكان آخر تحدثنا إلا أن لهم محاولات فردية لحد اتنين ثلاثة يعني ما يقدرواش وجهوا الإعصار الإعلام الأبيض تحدثنا عن عبر السنوات الماضية عن الظلم الفادح الذي يلقاه النادي الأهلي في عمليات التحكيم والفار وتوجيه البطولات تحدثنا في هذا بوضوح فمحدش يزايد على موقفنا والنبي وبلش الصعبينيات علينا كل واحد يخليه في حاله لا احنا عارفين كواس مسؤوليتنا ومحدش خالص بيوجهنا فمن فضلكم تابعوا البرنامج لأن فيه جزء من ده حق يرد بيه باطل ده شكل أنه حد يدفع عنك لكن بيسمم الجسور بينك وبين جماهيرة ده فيه ناس بتطعوا لك والقناة بتقول إيه إحنا وكثير من برامج الأهلي ومعانا أولادنا الصعادين اللي بندعمهم في خط أحمر بنجمع الماتيريال بنوريكم الأخطاء والظلمة الذي يتعرض له نادي الأهل وبنرد على التقاولات والشائعات وبنرد على تزيف التاريخ وبنتصدر بمنطه القوة وسنفعل هذا طالما أن فينا رمق وفينا حياة لأن لا أحد يحضر علينا هذا ساذة براي طيب جزء من الضغط على الأهلي والتحميل على الأهلي وتصوير المشهد أن أنت خسرت المباراة مع وضع في الاعتبار والتأكيد على أن المستوى على الأقل في الشيط الأول لا يليق لكنها تبقى مباراة فهل مباراة أو بطولة كافية وكفيلة للي حتسمعها ساذة بريم بقى تأكيدا لكلامك هو الماتشي اللي فات بتاع اتنين اتنين ما قال لك الأهلي كان مكتسع ولكن الزمالك عمله في الشوت الثاني وطلعوه بتعادله وقد فازه وكان الأقدر فاز على الأهلي لكن لما تحكس الآية بالنسبة لك أنت حوالي 70% سيطرة ولكنك خسرت ومن اعترفنا دي خسارة علينا طبعا على فكرة هو اللي مستكتر على الأهلي أو بيهين الأهلي أو بيلاقى عليك كلام أنه خسر كاس مصر ما خسر قدام الزمالك اللي انت بتقول عليه فريق كبير وهو فريق كبير طبعا وهو ما كسب كاس مصر كتير طبعا وهو ما كسب الأهلي وغير الأهلي كتير صحيح وهو ما كده أن يخرج أمام أسوان لو لا إخفاق أسوان في ضربات الجزاء قبل ما يلاقي الأهلي كرة القدم متغيرة يوما بعد يوم دي كور ولكن لا يعد يركز إلا مع النادي الأهلي وسلبياته